يستفيد من هذه الدورة التكوينية 20 متطوعاً وقعوا على عقود بموجبها يصبحون مكتتبين لمدة سنة ونصف للقيام بمهام تطوعية في منطقة كوش بولاية الحوض الشرقي وذلك رغبة من قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في ترسيخ ثقافة التطوع من خلال تسخير بعض أوقات الشباب في أنشطة تعبر عن معاني التضامن أعد هذا التكوين بمثابة البداية الفعلية لتنظيم التطوع العقدوي الوطني خصوصاً مع استخدار القانون المنظم للعمل التطوعي في بلادنا والذي يعكف قطاعنا عالياً على إعداده الشيء الذي سيفتح آفاقاً واعدة أمام الشباب للإنخراط في سلك المتطوعين الوطنيين خدمة للوطن وتحقيقاً للتنمية المحلية الشاملة وقد طالب منسق البرنامج الوطني للتطوع وطننا المستهدفين بهذا التكوين انتهاز هذه الفرصة للاستفادة من حصص التكوين المقدمة تتلقون إخوتي الشباب المتطوعين المكتتبين تكويناً مكثفاً على مدى يومين حول طبيعة وأهداف المهام المكلفين بها والعوائق التي قد تعترض سبيل أداء مهامكم وهنا أنتهز الفرصة لأخاطب فيكم اليوم الروح الوطنية العالية والإيمان الراسخة بخدمة الوطن ولأدعوكم للعمل بجد وإخلاص من أجل تأدية مهامكم على أحسن وجه والإسهام في نشر الرسائل النبيلة للعمل التطوعي والخدمة المدنية وقد أعرب كل من المدير العام المساعد للمجموعات المحلية السيد جاك عبد الرزاق وممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية السيد بنديكت بريس والممثل المقيم لمتطوعي فرنساء السيد باديو للسيد وهم شركاء البرنامج عن استعدادهم لمواكبة عمله من خلال المشاركة الفاعلة في التكوين والتشغيل الدورة التكوينية المنظمة لصالح 20 شاباً التي حملت اسم أحد الشباب المتميزين الراحل إبراهيم السمير سيتلقى فيها المشاركون عروضاً نظرية وأخرى تطبيقية تساعد على تأدية المهام المسندة إليهم يمكننا فرشة تدريبية حول مفاهيم أسس العمل التطوعي وكذلك مرنامج المهمات المطلوبة من نحن نحن شاركنا في كتاب المتطوعين وطننا وقد زود المكونون بحواسيب ومعدات إلكترونية إذاناً ببدء العمل الميداني الذي سيتم لمدة سنة ونصف السنة